هل يعني نفهم من كده أو اللي بيشوفنا ويشوف وراء برنامجك نشأت نفهم من كده أنه التيار الإسلامي وخاصة الجزء الإخواني منه أو القسم الإخواني منه دول هم يعني عدوك رقم واحد لا مش عدوي عدو الدولة لأ هم أنا مليش أعداء بشكل شخصي لأن مليش مصلحة شخصية لكن العداء الحقيقي العدو الأول أهل الشر الحقيقيين بتعبير السيد الرئيس وهو طبعا عنده تقطيرات مواقف وأديمة والقرار اللي أخده بالانحياز لإرادة الشعب الثلاثة ستة والكلام اللي احنا عارفينه كله العدو الأول للدولة المصرية هو الإرهاب والإرهاب قلبه النابض من تسعين سنة هم الإخوان والإخوان أنا عشرتهم وأنا أعرفهم وعبت معاهم وتكلمت معاهم